بسم الله على بركة الله نأخذ طنجرة زيت نباتية زيت نباتية زيت نباتية زيت نباتية زيت نباتية نضيف الآن التوابل الملح الملح قليلا الزيت نباتية زيت نباتية زينجبيل نصف ملعقة الفلفل الكوركم ملعقة صغيرة نضيف الزعفران الحرفة يكون هذا الزعفران شعر طحون التوابل ملعقة صغيرة سمن و 1-عويد القرفة استعمل مدقوق و لا نضيفها الآن استعملت في الأول 1-عويد القرفة ضفت هنا المعدنوس مدقوق ونضيف البصل يكون بالزايد لأنه هو اللي غادي يعطينا ديك ديك تغميره وبالنسبة اللي بغا الكيمية ديال الباصل هاكا بالجرام فاسعملت كيلو إلا ربع ديال الباصل صافي غادي نخلط هاد المكونات هادو وغادي نوضعهم فوق النار وكامبقة كنحرك فيه مره مره هكا حتى كيتشرب هادك الدجاج توابل وهديك البصلة كتلقنا المرق ديالها وبالنسبة لنّار كتديرو علا نار مهيلة باش هكا البصلة كيفما كتشوفو هانتو مره بدا تكتلق هادك المرق ديالها ماضيفش نضيف الكأس الماء نضيف الكأس الماء نضيف الكأس الماء نضيف الكأس الماء نضيف ملعقة زبدة ملعقة صغيرة نضيف السكر نضيف السكر ملعقة صغيرة نضيف كيميائك قليلة السكر نضيف كيميائك قليلة السكر نضيف المرحلة على نار نضيف 5 حبات البيض نضيف كيميائك قليلة السكر نضيف المرحلة نحن نخلطه و النار في هذه المرحلة تكون مجهده و التحريك يكون مستمر و سافي هنا يبعد مدفدوك الخمسة دي الحبات ديال البيض بالنسبة لها الكيميا غلي ياخدو لكم من خمسة تست ديال الحبات ديال البيض هنا يبقى كنحرك باستمرار حتى كنحسو هدك البيض هكا كيف ما كتشوفو طاب و يعني المكونات هكا كيف ما كنقولو ووقفو ما بقاش فيهم نهائيا نهائيا للماء هانتو ما هاني قربت لكم هنا يو و دا بغت نوضحها هكا في واحد المصفات باش كتستقطر هذيك الزيت ديال هذي المرحلة اختيالية بغتو تديروها ديروها كيف ما كتشوفو هنا خديت القطع ديال الدجاج غدي نبدأ كنفرطت هذيك الدجاج بها تشكل هذا القطع صغيرة وكنحيدو طبعا العظومة فهناي غدي نستعمل يد ديالي من الاحسن صافي بعد ما فرتتنا دجاج بهذا الشكل هذا غدي ندوزو الآن باش نحضروا اللوز فبالنسبة اللوز خديت ميتين جرام ديال اللوز اللي ينفسخ وكذلك هكا قليته في زيت اللي كتكون باردة كتتحمروه بهذا الشكل هذا غدي نوضعوا الآن هكا في الهاشوار وغادي نهرمشو بهذا الطريقة هذي فهنا ما زل غادي نزيد ننطحنو شي شوية فما كان ننطحنوش فنخليه هكا شي شوية مهرمش باش كي بقى باين هكا في البسطيلة هنا يضفت كيف مما كتشوفو ملعقة صغيرة ديال القرفة وغادي نضيف القياس دي واحد زوج معالق كبار من السكر السقيل وطبعا السكر دائما كيف نمكتلكم على حسب الدوق ديالكم وغادي نضيف القليل هكا من ماء الزهر القياس ديال واحد زوج معالق وغادي ناخد الآن هذك العقدة ديال بصله مع مع البيض وكنضيف هذيك الزيت هكا اللي كتستقطر يعني كتطح من هذيك الزيت كنضيفها هكا على اللوز وكنخلطها كتعطلوز هكا واحد تعليك وكي يجي هكا قابض فراس وكي يجي الديد صافي وهي المكونات ديالنا واجدة كيفما كتشوفو غادي ندودو الآن باش نمون طيب هكا البسيطلات ديالنا فاتقدروا تديروا بسطيلة طبعا اللي الحجم ديالها كبير او ديروا هكا صغير ورين فمن نسبة الورقة اللي غادي نستعمل آنا هدي نستعمل الورقة ديال الفيلو تقدروا تستعملوا الورقة ديال البسطيلة هاي هو اللي زوين في الورقة ديال الفيلو انها يعني كتبقى مقرمشا مدة طويلة واخا كتبقى معاكم هكا البسطيلة في تلاجة من اللي كتسخنوها كتولي يعني كتبقى مقرمشا وكتجي زوينة بزاة فكيفما كتشوفو هنا يا غادي نقطع الورقة ديالي القسمين وبالنسبة اللي خيب هكا في الورقة ديال الفيلو انها كتكون حساسة وكتنشف بسرعة فهنا قسمتها القسمين وغادي نؤلي نقسمها هكا الربعة يعني هكا الربعة ديال القطع بهات الشكل هادا وانتوما طبعا نرى على حسب الورقة اللي غادي تخدمو بيها وعلى حسب الورقة اللي غادي تخدمو بيها فغادي نؤلي نجمع هذي الورقة ديالفيلوها باش ما كنتنشف ليش نخذها كثلاثة للقطع نضع ثلاثة القطع ثلاثة للاسة سوف نضيف طبقة اولى البيض مع البصل و سوف نضيف طبقة اللوز سوف نضيف الورقة جيدة بالزبدة سوف نضيف الورقة جيدة بالزبدة سوف نضيف الورقة جيدة بالزبدة سوف نضيف الورقة الأخيرة و نضيفها سوف نضيف الورقة جيدة بالزبدة سوف نضيف الورقة جيدة بالزبدة نسخل الفرن الأول China الرخ هذه الوردة نظيف الحسم نظيف الحصار نظيف الحصار منصف السكر وزين الزنج الزنج كيجي ورائعين ولاحظوا معي الورقة شحي كدشي من قرمشة وكدشي اه طايبة مزيان وخفيفة فقط اعطيها الحق ديالها في الطياب يعني طيبو على نار مهيلة وده هو الشكل ديالهم مل داخل وخا كانت كتبا الورقة هنتم كتيرا رامل لك الطيب ورقة ديال فيلو ورقة يعني كتولي بحلها كاكتولي ما بيناش نهائيا فوصلنا نهاية الفيديو نتمنى ان البسيط لاتينة لو اعجاب جيركم جوا رائعين في الطعم ديالهم والدادين ووصلنا نهاية الفيديو نتلقا في فيديو قادم مع وصفة اخرى ضمتهم في امان الله وحفظي والسلام عليكم ورحمة الله